التشديد على أن البعثة الأممية لن تعترف بأي طرف عسكري يدخل إلى طرابلس بالقوة ويتغول على الحكومة هذا ما قاله المبعوث الأممي إلى الليبيا غسان سلامة في حوار مع صحيفة الشرق الأوسط على هامش المباحثات التي يجريها في القاهرة مع عدد من المسؤولين هناك سلامة قال إن البعثة تقبل بتغيير الحكومة وأعضاء الرئاسي ولا تتمسك بأي شخص بعينه واعترفا بأن مشكلة شرعية المؤسسات ما تزال قائمة وأن الخلافة في هذا الشأن معضلة لن تحل إلا بالانتخابات سلامة أضاف أيضا أن مجلس الأمن لن ينشر قبعات الزرق في ليبيا لأن عمل البعثة سياسي وليس لحفظ السلام حسب وصفه وفي إطار نفس الجولة بحث المبعوث الأممي ونائبته للشؤون السياسية ستيفاني وليامز مع رئيس مجلس النواب عقيل صالح آخر المستجدات في ليبيا كان في مقدمتها الإجراءات اللازمة للدفع قدما بالعملية السياسية في البلاد وفي لقاء آخر جمعه مع وزير الخارجية المصري سامح شكري اتفق الجانبان على ضرورة التنفيذ الكامل للمبادرة الأممية وتنسيق الجهود الدولية والإقليمية المعنية بالوضع في ليبيا ونقلت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية عن شكري قوله إن الاشتباكات العنيفة التي شهدتها طرابلس مؤخرا أثبتت ضرورة التعامل مع ظاهرة انتشار الميليشيات وأهمية بناء وتوحيد المؤسسات الأمنية لتحقيق الاستقرار المنشود وفق تعبيره مباحثات سلامة خلال جولته شملت أيضا الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط الذي أكد بدوره أهمية التوصل إلى حل جدري ودائم للتهديد الذي تمثله الميليشيات والتشكيلات المسلحة كشرط أساسي لإنجاح المسار السياسي إضافة إلى تهيئة الأجواء السياسية والأمنية المطلوبة لإنهاء المرحلة الانتقالية التي تعيشها البلاد جولة لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا إلى مصر يرى مراقبون أنها تعكس محاولات سلامة لكسر حالة الجمود السياسي التي تمر بها البلاد والتغطي على الأطراف الدولية للعب دور إيجابي في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء داخل ليبيا